هروح لسؤال مركب متعلق بالمواريس امرأة لا تنجب هل يصح أن يهبها زوجها شيء بعيدا عن الميراث ده واحد والتاني ما حكم من يرفض توريث البنات بالنسبة للزوجة إذا كانت لا تنجب وخشى زوجها عليها الغدر أو يعني عوامل معينة طبعا معروفة هو الأعمار بيد الله عز وجل هي يعني مثلا هي بعده هتارس إن لم يكن هو له أولاد هتارس الربح فإن كان له أولاد أنا بكلم عن رجل نفسه يبقى هتأخذ الثوم لتم طيب هو يريد أنه يجعل لها ما نسميه تأمين أكثر لا مانح في حياته أن يهب لها شيئا ما شاء لأن الإنسان حر فيما يملك حال حياته إن شاء الله يهب لها كل يفرق إنما بأن فرق ما بين إيه وإيه ما بين الهبة والوصية لو أوصت بأوصية باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أو أخرجه الإمام مالك في الموطأ لا وصية لوارث وصية بأواطلة لكن له أن يهب ما يشاء بس بنقوله يعني وبالعدل حتى لا يدار باقي الورثة أنا علشان مش حافظ الآية بدقة من سورة البقرة وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها على المواريث ده يفسد النساء أنه من بعد وصية يوصين بها أو دين حلو يعني من بعد الوصية لا الوصية لغير الورثة لغير الإيه يعني إنسان يريد أن يوصي لمؤسسة خيرية يريد أن يوصي لبعض أقاربه الذين لا يرسون ممكن يبقى بتنفس في حدود الثلث وذا حديث سيدنا سعد بن أبي وقصر هذا العمل ما قال يا رسول الله أريد أن أوصي بشطر مالي عن النصف قال لا كثير قال بالثلثين قال كثير قال بالثلث قال الثلث وكثير لأن تدع ورستك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس ناتل الشق الثاني حضرتك قبلها الهبة هل من الممكن أن يهب كل ما يملك لمن شاء زوجاته أحد الأبناء بنته أحد الأبناء أحد الأبناء هنا لا في حديث بقى في البخاري اللي هو عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحديث طويل لما قال يعني أعطاني أبي عطية فزعبتوا للنبي صلى الله عليه أردت أن أشهدها عليه قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال لا أشهد على جور اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم فبنراعي في الأولاد العدل يفرد الولد عاق أو فاسل لا بالضبط إلا أن بعض الفقهاء كالحنابلة استسنوا أمورا منها ما ذكرته قالوا يعني إذا كان الولد سيضيع المال أحد الأولاد يعني أو هناك أحد الأولاد من زو الإحتياجات الخاصة وده كثير قال لا ممكن أن يؤمن له شيئا من باب الهبة رعاية له اللي هو هما زو الهمم أو زو الإحتياجات الخاصة نعم طيب الشق الثاني الشق الثاني شوف يا سيدي الآيات في سورة النساء أولا الله سبحانه وتعالى قال دي الآية السابعة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا مفروضا أتوريس النساء فريضا أيوة هنيجي بقى مع سياق الآيات هنلاحظ إيه حضرتك هنلاحظ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مستحظ الأنسين نعم للحالة التانية فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثاء ما ترك الحالة الثالثة وإن كانت واحدة فلها النص سبب نزل هذه الآية مارو أن أوسئ ابن ثابت رضي الله عنه وارضا كان من الأنصار يعني لما مات كان ترك زوجة وترك سلاس بنات وابني عم فأولاد العمومة أخذوا المال لم يعطي الزوج شيئا ولم يعطي البنتين شيئا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلتم ذلك؟ قالوا لأن النساء لا يركبنا خيلا ولا يرهبنا عدوا ولا يدافعنا عن الزرع والضرع والكلامة فأنزل الله تعالى هذه الآيات يوصيكم الله في أولادكم وفيه سبب آخر ماروية أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما استشهد في معركة أحد احنا ما عندناش حاجة اسمها غزوات ما عرفش المصطلح ده تسلل إلى كتب السير الزاي الرسول ما غزى أحد الرسول ما غزى أحد كل المعارك كانت دفاعية لكن ما عرفش حتى أقول غزوة بدر المهمة الحكاية دي مهمة لأنه وأنا صغير جدا طفل سألت مدرس التربية الدينية عندنا في المدرسة لأن أنا قلت إيه قلت معركة بدر قال لي لا اسمها غزوة قال لي اللي كان فيها الرسول غزوة اللي ما فيهاش الرسول معركة أو حرب قلت له أيوة ليه ما دليش إجابة لا ما يدكش هو للأسف أخطأ لأن أولا بدر مثلا بدر وأحد بدر وأحد هي كانت في المدينة يبقى الرسول ما راعش ده هم جملة غاية عنده فالمهم في ساعد ورسول عمره ما كان غازي يعني لا 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 جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سشهد في معركة أحد فطبعا العم هنا أخذ أيضا الأموال فجاءت أرملته أرملت سيدنا جابر بن عبد الله قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جابر استشهد في أحد وإن العم أخذ مال البنتين وهمنا لا يتزوجان إلا إذا كان لهم مال فأنزل الله تعالى هذه الآيات يوصيكم الله في أولادكم فهنا نقول لمن يمنعون أو يلتفون أو يتحيلون أو يعطلون مواريس النساء أقول لهم أرجوكم اقرأوا الآيات في صورة النساء سنجد يوصيكم الله وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله تلك الربا تبتعي زيتاني ها ها زيتاني